لأكثر من شهر وطائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحوم في أجواء الشرق الأوسط ينقل وجهة النظر الأمريكية لقادة المنطقة حول ما يجري في فلسطين محاولا ترتيب الأمور بعدما خلطت في السابع من تشرين الأول الفائت هذا الحراك لم نشهده من الجانب الأمريكي عند اندلاع الثورة السورية قبل 12 سنة ولم يكن كافيا لردع الأسد عن استخدام القوة المفرطة بحق السوريين أو عندما استخدم الأسلحة المحرمة دوليا بل لم يكن الحراك واضحا حتى مع استخدام الأسد السلاح الكيموي أكثر من مرة ضد المدنيين في سوريا بحسب وزارة الدفاع الأمريكية فإن قواعدها في سوريا والعراق تعرضت لثمان وثلاثين هجمة مخلفة ثمان واربعين إصابة في صفوف قوات التحالف وصفها البنتاجون بالطفيفة ومع ارتفاع وطيرة الهجمة العسكرية الإسرائيلية على غزة وسقوط عشرات الآلاف من القتل والجرح بين المدنيين تعبر قناة السويس الغواصة الأمريكية أوهايو الموصوفة بشبح البحار وما تحمله من عتاد نووي والقادرة وفق البنتاجون على مسح دول بأكملها في غضون ساعات سبق أوهايو وصول أكبر حاملة طائرات في العالم جيرالد آرفورد تلتها حاملة الطائرات دوايد دي أيزنهاور الولايات المتحدة ستعود إلى منطقة الشرق الأوسط ربما من أجل روسيا من أجل الصين هذا هدف بعيد أما الهدف القريب فهي تقول لكل دول المحيط بأن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم توسيع نطاق الحرب في غزة ولن تسمح بأي طرف من الأطراف أن يتدخل التحركات السياسية والعسكرية الأمريكية الحالية كانت ستحدث الفارقة ربما لو أنها جاءت مبكرا في سوريا رغم الدعم المقدم للاجئين والنازحين السوريين من قبل الولايات المتحدة إلا أنه كان سيوقف على الأغلب شلال الدم في سوريا وأزمات النزوح والهجرة التي تسببت بها سطوة الأسد العسكرية وحلفائه